على طول الحدود الممتدة مئات الأميال شرق البلاد جنود يسهرون لحماية الحياظ والذود عن حمى الوطن يحملون أرواحهم على أكفهم ويفتحون صدرهم فداء لهذه الربوع ولساكنها يتخيرون من الطعام المتاح ويتخذون من البساطة فراشة ومن الأهبة والاستعداد للنزال محرابا فيه يتبتلون وبينما هم في رمضان وقبل أن يبسط الليل جناحيه على هذه المهامه والوهاد كان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني القائد لعلال القوات المسلحة عصر المفاجأة على مائدة الإفطار في التاسع عشر من رمضان في حامية بيكت الأحواش الرسائل واضحة لستم وحدكم هنا نحن معكم نتقاسم هموم الوطن وإكرهات العمل في بيئة مختلفة طوبى لكم أيها الجنود وضباط الصف والضباط ولا نامت أعين الجبنى سهرة رمضانية مع هؤلاء على شف الحدود وفي شو من السكنة والهدوء تقدم صورة بالغة الدلالة تحفر في ذاكرة الأمة أن رئيسا جالس حماة الوطن في لحظة مفصلية زمانية ومكانية لقاء كانت له أصداء على أكثر من صعيد فهذه مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي يبدي فيها المواطنون الزهوى والاعتزازة بهذا الإفطار الرئاسي في أقصى نقطة حدودية لأول مرة رئيس جمهورية قايدة على القوات المسلحة يقوم بهذه المبادرة مرافق بمعالي وزير الدفاع وقايدة أركان الجيش هذه النخبة بصيفتها هذه ما قد خلقت نهائيا مجيها للقوات المسلحة على الميدان تفطر معها فرمضان الكريم نعرف عنها مبادرة فريدة من نوعها ونحن بعد هذا كمتقاعدين كنا نتمنى ونتعود وعدلت فترتنا ويقال بعد اللي وعدل لأخوتنا على كل حال نعرف عنه وقار فينا وزينا عندنا هذه الزيارة ما قد تخلق شكلها وهذا الشكل من الزيارات هو اللي يا الله يعدل اللي ما عالم به حد يسوى من هو هذه الزيارة شكلها ما قد تخلق وزينا حتى عندنا زيارته للجنود للحدود أنه جاي أعظم أهمية وجاي إفطار معهم ولي هذين عندنا حتى ومزمنين وقار فينا وزينا عندنا والأمن واللي مهم عندنا حتى زيارة زينا عندنا حتى مبادرة زينا ومن أفكار زينا مبادرة زيارته هو للسنادرة وفطوره معاهم وحالته معاهم من كامل زينا عندي دعمه دعمه هو الهم هما وبمجيه هو الهم هما وهذا زينا عندي أراني نذمن عاليا زيارة فخامت رئيس الجمهورية لهذه لهذه الزيارة العدة للجنود المرابطين للثقور في شرق البلاد رنا نذمنينها عاليا ورا هي سابقة من نوعها في ذا الشهر الفضيل اللي زار فيه أول مرة يزور فيه رئيس الجمهورية ذا نوع من الزيارات واهتمام بالجنود المرابطين وإفطارهم معاهم زيارة الرئيس للجنود من شاء الله كانت سابقة زينا من شاء الله زينا من شاء الله تبارك الله مبادرة زينا كما عدل لجنود من شاء الله زينا في حقهم رصم قي حسنا الدولة أعطيتهم أهمية وانشباه زيارة الرئيس الجمهورية اللي قام بها وفي مقاطعة مبكة الأحواش كانت زيارة زينا اللي انها قام بها في فترة صعبة في هذا الشهر الكريم لذي جنود مرابطين على الثقوع زيارة كانت ميمونة وكانت تعكس أهمية القطاع عند اللي هو الجيش عند فخامة الرئيس وفريدة تريد الشرع لنها للأمانة فريدة من نوعها وفيها قدر من الإشابيات مواقف الامتنان والاعتزاز إزاء إفطار رئيس الجمهورية شخصيا مع حماة الديار على الحدود ربما توازيها مشاعر مماثلة في نفوس هؤلاء الجنود لا تسمح نواميس ولا تراتبية العسكر بالتعبير عنها تصريحا وإن عبرت عنها مظاهر الحفاوة وسط جو عائلي وضوحا